موسيقى لم يكن ناويين تكلموا عن موقع في امتحانات المحامات حيث الفاعلين تكلموا بزاف وما قصروا صراحة ولكن من اللي جد صراحة الجبهة والتحدي الوزير العدل والامين العام الحزب الأصالة والمعاثرة ستلطفوا به الطريح اللي طلل القطران والحموم بطاريخ الشرف والعزة والكرامة المغربية والجهود الثلاثة للملوك العلويين من الاستقلال الانعار اليوم مبقى عندنا علش نبقى ساكتين هاد سيد عيواضيك حلها عماعة هاد سيد اللي فضايح وطلت البلاد وخنزاتها هاد سيد اللي كدب كدبه تاريخية خاصها تتسجل في قينيس من اللي قال انه ما غيقبلش يحكمه امين عام من حزب اخر ومن اللي قال انه ما يرضاش بعزيز اخنوش رئيس الحكومة يعني امين عام حزب الأصال والمعاثرة ولذلك لن اقبلين ترأسني امين عام اخر ولكن هار فورا بان الحساب من اللي الماليك طلب من اخنوش يشكل الحكومة وهو بيطي يحوه جلاله في الطريق وهو كي يجري كي يجري كي يجري خايف لا يسبقوش يحد وحنا باش نضحكو قولنا عليه هراهبنا قيطون احدى البلاسة اللي دار اخنوش المفاوضات ومنهار واللوزير وهو كيعوارويد بز ويخرمز وفضيحه منورا فضيحه حتى اخبارووو ولاد سوخرية في العالم ولكن أخوتي الصحافة والتليفزيونات والمنصات العالمية اراهم كيقولو وزير العدل المغربي وكيحجروا المغرب ويشوهو وصراحة اراه كيي استغراب كبير أعلاش معفوش هاد الوزير وواش لقها سيبة وواش رئيس الحكومة ما عندوش شخصية وواش مكتاب على المغاربة يلا تطلعوا بشي مصيبة يبقاوا يغوتوا يك هاد السيد كيقول لبسا ليه وحنا عارف نجمع الفلوس من الزيان من مؤسسات كبيرة في المغرب والإمارات ويقنع ويعطي للمسؤولية الحكومية ابتساع أعلاش يشوه فينا ويضحك فينا العدو صديق ما خلنا حتى نبقوا فرحانين عشر أيام بإنجاز منتخبنا الوطني في قطر حتى جهج شرولينا واش ضروري المالك هو اللي يدخل في كل حين كيف ما دار في قضية الحسيمة أنا نكون معاكم صريحة وفصيحة والله هاد الشي اللي دار وعبي حتى أخطر من ذك الشي اللي يوقع في الحسيمة حيث دار شوها دارت العالم بسرعة والكارثة أن المغرب غادي وكيت شهر بولاده اللي ناضله الليل ونهار علق بالطفل صغير غرق في بيرضيق العمل اللي فاتس وولاده في المنتخب دي الكرة القدم اللي شرفوا العرب والأفارقة وهزموا فروق كبيرة وولاده اللي جايبين له العز في أكبر الشركات العالمية دي التكنولوجيا والأقمار الصناعية وصناعات الأدوية ومحاربة الفيروسات والمهاجرين دياله اللي حطموا هاد العام الرقم القياسي في التحويلات الأرض الوطن لاش نفرق أنا اليوم بين دوك الجوج ديال النواب البرلمانيين اللي وصخوا صورة المغرب في قطر وبين وزير العدل اللي وصخها في العالم كامل نعود ونسمعوا قناة عالمي أخرى أشك تقول تصريحات الوزير أغضبت شريحة من الجمهور المغربي لا حول ولا قوة إلا بالله دابد الدستور المغربي كي يجعل من تكافؤ الفرص شرط النجاح التعليم والضمان العمل والعيش الكريم والصحة المغاربة ياك مالك البلاد أعطى تعليماته بش تكون الاستفادة من تغطية صحية متساوية وبدون تمييز بين الفقير اللي ما قادرش يدفع التكاليف وبين اللي قادر واليوم كيطلع علينا وزير العدل يحصره وكيقول لنا أنا قريت والدي في كندا وأنا عندي الفلوس وخلصت على والدي وكيدير حملة إشارية ما ضايراش للتعليم الكنادي الله ما تدخلي حتى الدوز 4 سنين وجيب شهادة يفعل مشي ما يفعل من نفسي في الاقتصاد هذا عندك الحق تمشي الدوز كلية الحقوق يكمل مكتب ديالك شدشي صفقة ديالة سجيل المغاربة في الجامعات الكندية والكاريتة فهاد وزير العدل اللي يقرأ مسكين غير هنا في المغرب ما فاتش عتبتة رودانت في إعداد يات الحسن الأول وثانويات سليمان الروداني وكتب عليه القادر بشي يخرج على الرباط ويقرأ غير في كلية محمد الخامس ويمشي يدرب في المحامات وحيث هو قرأ غير هنا مسكين ما لقياه اللي يخلص عليه في كنادا ما كيعرفش عبر مزيان وكل مريض بسها أجيب عدى شنا هي دولة عالية بزاف مع عميد كلية الحقوق مستوى عالي في دولة عالية مبهور مسكين بالأجانب كيت تحتح قدامهم ولكن غير قلولي شنا هو الشوفان بالإنجليزية أنا كان عرف دوا معي بالإنجليزية ولكن شافية بالإنجليزية معمر نسماتها شافية بالإنجليزية شافية بالإنجليزية لأنه إنجليزية يقول لك بيني وبينك السيوهبي خلي عليك الإنجليزية بلية غير بغيت تسلط عليها ما مقشبل فيها والو وشك تعرف أنت فعلا الإنجليزية ورها بينا من كلمة حمق كيف انتقتيها ومن اللي تعليمنا العالي خايب وملايقش علاش حزبك هو اللي واخده عبدالطيف ميراوي وزير التعليم العالي اللي حتى هو خدامك يطحن فيه بسوء التسير وحسب علمي أن أساتده عرضيين متميزين في الجامعة سقطوا في الامتحان ديال المحامات هنا ثاني بحالي لك تقولوا لينا أن أساتده التعليم العالي خاوين وما في يديهمش أشهد الفضيحة والسلطونة لها شوهته الحكومة والتعليم وكفاءة المغربة وصورة المغرب في الأرض كاملة وليست لقب تصوّر لا التجمع ولا زعيم التجمع في دروس سياسة شتيلا دارشي حاجة رميت زوينا من اللي كان وزير العدل هي من اللي فرشك قدام الجميع أصدقائي لو كان هذا هو السبب لعينتك لأنك طلبت مني أن أعينك وقلت لك ناق ورحنا مصدقينه حيث أنت ضبطنا عليك شحال من كتباك وحدا تنسيك في واحدة يا ربي يضينا من عقايب الدنيا بلد نوب هذا ما المغربين يعطيهم أخنوش النخال في قضية المحروقات بما معناه قولوا اللي بغيتو سوف ندير اللي سلكني ويعطيهم النخال ويجعل واحد بحال وابي يدرك عليهم ووحدا بحال فاطن الزر المنصوري تطلع لوزارتها من اللي يرشق ليها ووحد بحال عبدالطف الميراوي يدير مبغى بالتعيينات والتعليم العالي يعني أش من رسالة بغيتو تبلغوا للشعب المغربي نفهموها كاملين ووش من رسالة بغيتو توصلوا المالك البلاد قولوها اليوم باش تكون واضحة العالم والتاريخ أنا عارفة باللي من حق الجميع وولد الفقير والغاني ينخرط في الاختبارات ويتنافس على المناصب ولكن هادشي خاصه يكون بشفافية ماشي بمحسوبية وبزبونية وعوالية اللائحة اللي خرجات ستشم من نهاريحة مزفرة ومفروشة اللائحة عامرة بفلان وفلان وولد فلان وفلان وحتى بالمقربين اللي كسي اغنوش من غير والدك وره قالوا حتى شي مدير من وزارتك أنا ما باغاش نفصل في هادشي وره هاد السلوك هو اللي يرد البلاد لوره بسرعة كبيرة انت لمع جنتي الخبزاق والتحرقات بخرايفك وأخطائك بغيتي تصلحها بلا ما تعتادر وقلتي بللي بعض الصحفيين جبدوا لك زوجتك وأولادك أنا كان اعتقد أن الحكومة فيها بثاف ديال الوزراء واش الصحافة؟ كيت جبد ليهم كلهم أسرهم بالحق بصفتك شخصية عمومية إذا دخلت ولدك وأمراتك في جنابك رهو ما غير يبدوهم لك هذا هو الحق ومن اللي انتك تقول وولدك قرار في كندا هذه ره المحامات والقانون مولاي ونحن مستاندين على قانون مغربي في ريحة فرنسا أما كندا راهو والله ناقب ديالهم بنفسه إلى نجح في الامتيحان الفرق كبير المعلم جيب انت كل محاكم الكندية وراه ما يقش بالواله في القانون المغربي وهناك نبغي نقول لكم غير جاوبونا على منك الضحكو الضحك ديالك راهش مات فينا وسخرية منا وما تنسوش راهي لغلطوا المغاربة اللي صوتوا عليكم مرة ما تنتموهمش العمر كامل كنت بغى نتكلم عن الجزائر اللي قالت راه الأسد أصله جزائري وخا ما بقش في الجزائر نتحدث عن الأسد الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية هذا أسد الأطلس هو طابع بريدي لجزائر هذا ذكر أسد برباري تم تصويره في الجزائر ولكن قررت لا نتكلمش ونكتافي بالدعاء لهم الليستر يا ربي والله يجافي وفي الأخير سوف نمشي العصابة التي يجمعهم مرة في الأسبوع وندعي معهم حتى هما بالليستر ويجافي وخهم الشعار موسئنية واخرهم جميع موقع برلمان بوانكم وقالوا عليه أنه يشهر بهم وشهروا بصورتي بفم محلول كان يقول لهم سيبقى محلول في كلمة الحق والدفاع الإعلامي على مصلحة بلادي غير هو بغيت نسوي العبد المومني ما الذي قلنا لك بنتك شفرت تليفونات الكريم التازي ما الذي كانت تخدامه في شركته هذا ليس شعير هذا ليس خبر يعني في دفاع كانت ناقله صحافة العالم وما الذي قلنا أنه عبد المومني تهم البوليس بصريقة الباسبورت ببنته ومن بعد لقوا الباسبورت عن صاحب بنته وماذا هذا؟ شعير؟ هذا ليس خبر ومن الذي تكلمنا على أبو بكر الجامعي وعلاقته بالأب وكونه لم يحضر القناز الدباه حتى هو إخبار وكانت مناسبته هو من الذي يريد أن يسخر من اللاعب المنتخب الوطني وأمهاتهم ومن الذي قلنا لخالد البكاري أنه يدوز الليالي الملاحه تخلق يكذب على أسرته يقول لها استدعاني البوليس ومعاية التحقيق الليل الكامل؟ وماذا هذا تشعير؟ هذا ليس خبر حيث نحن تحققنا ولقينا بأن خالد البكاري عمره ما بات في الكوميسارية ولقينا بات ماشي مرة ماشي جوج في شي ديور ماشي ديولو يو خلينا ساكتنا السيبكاري إذا نحن ما كان شهروش وما كان كذبوش وديرها غازوينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر